اشتركوا في القناة هنروح لمحمود ناجي يا كابتن علاء هو حكم المبرار النهاردة نبذة صغيرة عن محمود ناجي قدار 3 بطولات أفريقية هذا الموسم 3 بطولات تابعة للاتحاد الأفريقي هذا الموسم يا كابتن بلال واحدة واحدة عشان نمشي ونشوف الدنيا ماشي وكان مرضوط كويس في 3 بطولات الحاجة التانية ودي اللي أنا باستغرب لها لم يدير أي مباراة لناتل أهلي حتى هذه المباراة يعني الدوري خلص وحكم دولي ومصنف لم يدير أي مباراة لناتل أهلي ولم يدير أي مباراة لناتل باريميز السؤال تاني كان فين من حكم دولي زادة وليعب 3 بطولات على مدار 34 جولة يا أسامة تمتخيل يعني ما كانش الحكم الدولي هلعب الأهلي وباريميز والزمالك هلعب يا كابتن علاء دي بس مبدئيا على محمود ناكي وأنا النهاردة سؤال لنجل الحكام يعني أنا نهاردة عندي سبع حكم دولينا كابتن لما يكون عندي حكم في أفريقيا ماشي المفروض أنا النهاردة بيديره المشروط المهمة والصعبة عشان خاطر يا كابتن علاء يبقى في الطبيعي على فكرة بالزبط كده ولكن ما حدث اليوم في هذه المباراة أولا فقدان تركيز من الحكم هو نازل المباراة أولا ما كانش مباراته الفكرة ما كانش هو متعاين فيها بلال اللي كان متعاين في هذه المباراة كان محمد عادل واللي حاصر واعتذر محمد عادل عن المباراة فتم إسناد المباراة لمحمود ناكي يعني سيناريو وإحنا ما عندنا شوقت نتكلم بس هنتكلم في تفاصيل بعد كده أنا بس بديكي الملحوظة إنه هو النهاردة حكم في المباراة المفتورة يعني المفتورة النهاردة أنا بلال أنزل عبر عن نفسي متحكم ولكن المباراة ما مش فيها خطاق تحكمة أسرة ولكن فيها مشاكل كتيرة جدا يعني أنا عشان أعود جبت 15 حالة يمكن سامير كان معاي برا قلتوا طب أعرضهم إزاي 15 حالة تحكمية حكم لم يسيطر على المباراة حالات كتيرة عدت منه يعني كابتن أعلم نهاردة ما كانش مسيطر وهم كانت سبب في توطر المباراة كان حكم الميدال محمود ناجل نهاردة ما كانش في الفورمة أتمنى أن هو يعني يروح يشوف الحالات اللي إحنا هنجيبها دي والكلام ده حمرول الحكامنا كلها مش عاوز أقول إن كان بو برر إن هو ما يلعبش الأهلي أو برمز لأ النهاردة كان عندك فرصة تدي مردود كويس في المرة دي ولكن بصها